السلام عليكم حبيبتي إن شاء الله تكونوا قائد الف خير اليوم جبت لكم وصفة كريمة تليمون كريمة أو سيترون بأسهل طريقة ما كانش وصفة سهلة أكثر من هذه بدون بيض بالنسبة لي عندهم حساسية على البيض ساعدهم هذا الوصفة وتاني بدون ميزان نديرها غير بالمقدار وأنا بعدها سنعتمدها غير هي وصفة خطش سهلة ماهلة ما فيهاش البيض وتقعد لكم المدة طويلة قوامها كريمة متماسك كما لكم تشوفوا فيه تقدروا تديروا بها انواع الحلويات التحليات للتغتولات يعني تستعملوها في جميع الحلويات أنا دت بها هذه التحليات نحط لكم الوصفة من بعد ودت بها هذا الصابلي في الحقيقة أنا دتها داخلة مع وصفة هذا الصابلي اللي شفتوا ولكن جاني الفيديو وطعيل عليها كسمت الفيديو وراني حاطت لكم في القانات تاني وصفتين بالبيض اللي يبغي يدير هذا الوصفتين ولكن أنا نصحكم بنادي بسم الله نبدو جبت هذك الليمون كمية على الليمون نقلعت لها هذك القشور نصفو هذ الليمون نستعملوه مصفي الميقدار ليه غادي نستعمله سيعة تاكيها مرته بالماء 190 ميلي لتر إذا استعملتوا ميقدار كامل غادي تتبدل غادي تتغير كمية المارغارين وتتغير كمية النيشاء نزيدو نضاعفو كمية المارغارين والنيشاء إذا عندي نصف مقدار تاع سير الليمون المصفي نصف مقدار تاع الماء ونصف مقدار تاع سكر مغرف صغيرة تكون معمرة بومبي تاع مارغارين أو زبدة ومغرف كبيرة تكون معمرة تاع نيشاء الدورة نديرهم قاح في كاثرونة نخلط واحد شوية ونزيد نصفي عاودة ديك النيشاء الدورة خدش يكونوا فيها واحد الخبيبات واني نعاود لكم أخواتي إذا ضعفتوا المقادير نزيدو ضعفو المقادير تاع النيشاء وتاع المارغارين نخلطهم هكا بالفوي نحل هديك النيشاء الدورة قبل ما نديرها فوق النار نحط القصر هنا فوق النار تكون قليلة ونحرك الغلية الأولى نطفي عليها هيا شفو قوامها كيف الشي يكون يكون سائل نوعا ما ولكن ذوك من بعد غادي كي يبرد وزيدا ديك المارغارين تتماسك غادي هاد الكريمة تتماسك زدت عليها هديك المغرف الصغيرة المعمرة تاع المارغارين أو الزبدة كيما تبغو ما حدها سخونة ندخل هديك المارغارين بالفوي هكا شوفوا عودت قاوامها زادوا اللسائل كي زدنا هادك المارغارين نرى نزيد الها شوية تعد الطو بينك هدا تعلي دروا فوق قليلاس لكريم ما في شهاء الدور جنو شوية ليس هي أصفر يعني فاتح زدتها شوية عطر وفي نفس الوقت ثاني فيه الدوغ الليمن فلنضيها هنا يفو بول مباشرة نغطيها بلاستيك هكا بوص concise لنسك البلاستيك مع الكريمة نجدها غير هنا في الطابلة ندخلها للتلاجة وغضوة صباح جبتها قوامها شوفوا كيف الجا رائع جامت ماسك كريمي رائحة وطالعة منها تعاصر الليمون ودوق التحامون نعيش ونعيش بزرطة قد انا كنت ناكلها غير هكا كي قلبي يطلع ولا والله العادة من نجيب البول ونبدأ ناكل كي مالفرون كي التحلية يعني ودوق نحط لكم تاني الوصفة تحت التحلية ووصفة هذا الصعب اللي درتها كحشو درتها هنا في الكيس الحلواني غير باش نوريكم القاوم بتها يعني كيفاش يكون متماسك إذا تبودينوا به هالي تختولات راكم شوفتوه في أول الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر